الرئيس هادي يتهم السعودية بمحاصرته ويسرب خطة لمواجهة التحرك الدولي لانهاء حقبته الرئاسية ويهدد بالانقلاب على التحالف تفاصيل عاجلة اتهم الرئيس المؤقت عبدرب منصور هادي بطريقة غير مباشرة المملكة العربية السعودية بمحاصرة الشرعية وتقييد حركته بينما هدد باستخدام اوراق سياسية وبتغيير طريقة التعاطي معها ونقل الدكتور عادل الجاعة على لسان مصدر مقرب من هادي قولها ان الرئيس لم يعد تحمل الاهانات السياسية والشخصية وانه بصدد انتهاج خطة جديدة في التعاطي مع التحالف والامريكان واضاف الجاعة المقرب من هادي وابنائه على حسابه في الفيسبوك ان هادي ربما يطلب بانهاء دور التحالف والدور الامريكي ايضا خاصة بعد تصريح المبعوث الامريكي الى اليمن فتح سفارة امريكية في صنعاء وبعد اقدام المملكة العربية السعودية على طرد اليمنهين الذي كان بمثابة اعلان حرب على الشرعية وتعزيز دور الحوثية وتقوية موقفه على الارض وفقا لقولها وجاءت هذه التسريبات الرئاسية بالتزامن مع توجه دولي لانهاء دور الرئيس هادي من المشهد السياسي واستبداله بصيغة توفقية جديدة خاصة بعد الفشل الذريع الذي رافق اداء منظومته في قيادة السلطة الشرعية وايضا في الحرب ونقل الدكتور عارف الجاعة قول هادي انه اذا اراد ان يغادر البلاد فلابد ان يحصل على تصريح مسبق وهو اتهام ضمني للمملكة بتقييد حركة هادي مذيفا انه بدأ يجهز نفسه لقلب الطاولة على لعيبها وسيذهب الى الحافة باسرع من اي محاولة للحاق به